أما الآن فتشرف بتقديم الأستاذ الدكتور عبد السلام المسدي يهتم بالعلوم اللغوية وبالنقد الأدبي تقلد العديد من المناصب وأهمها عضو المجمع العلمي العراقي منذ 1989 عضو المجمع التونسي للعلوم والأداب والفنون منذ 1997 عضو مجمع اللغة العربية في الجماهيرية اللاب الليبية منذ 1999 عضو مجمع اللغة العربية في دمشق منذ 2002 تولى الأمانة العامة لاتحاد الكتاب التونسيين ثم تقلد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كما كان سفيراً لتونس لدى جامعة الدول العربية وسفيراً لها كذلك بالمملكة العربية السعودية كما تقلد وسام الجمهورية التونسية في عام 1983 تقلد العديد من المناصب وأهمها عضو المجمع العلمي العراقي منذ 1989 عضو المجمع التونسي للعلوم والأداب والفنون منذ 1997 عضو مجمع اللغة العربية في الجماهيرية اللاب الليبية منذ 1999 عضو مجمع اللغة العربية في دمشق منذ 2002 تولى الأمانة العامة لاتحاد الكتاب التونسيين ثم تقلد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كما كان سفيراً لتونس لدى جامعة الدول العربية وسفيراً لها كذلك بالمملكة العربية السعودية كما تقلد وسام الجمهورية التونسية في عام 1983 ووسام الاستقلال 1984 وحصل على جائزة الدولة في تونس في عام 1985 وعلى جائزة سلطان العويس في الآداب من الإمارات في عام 2009 وعلى الجائزة التكريمية من مؤسسة يماني الثقافية في القاهرة في عام 2010 ومن بعض ما صدر له الأسلوبية والأسلوب التفكير اللساني في الحضارة العربية قراءات مع الشاب والمتنبي والجاحذ وابن خلدون النقد والحداثة قاموس اللسانيات المصطلح والمصطلح النقدي فليتقدم مشكوراً صاحب السمو والعهد دولة قطر الرائدة أصحاب المعالي أصحاب السعادة أيها الحضور الكرام دعوني أفاتحكم بالسؤال ترى أيهما أصدقوا قولنا لا هوية من غير لغة أم لا لغة من غير هوية ترى أيهما أكثر إيقاظاً لوعينا النائم أن تتبدد لغتنا أم أن تتبخر هويتنا بدءاً أبارك وإياكم ما نحن فيه أرضاً ومركزاً ورجالاً قائمين أراهنوا وإياكم على أننا اليوم هنا والآن في حضرة وهج جديد بعد أن خبى وقود الوعي العربي حتى كدنا نخاله منطفئاً فكيف جئنا وجئتم إلى ما نحن فيه في غفلة من التاريخ والسدنة نيام انتاب صناع القرار العربي وعي استثنائي مفاجئ لم يعودون عليه هبوا لإغاثة اللغة العربية ينجدونها في كربتها كان ذلك في قمم عربية ثلاث متتاليات في الرياض سبع وألفين في دمشق ثمان وألفين في الدوحة تسع وألفين فيكون صناع القرار في أعلى القمم قد استشعروا أن هويتهم وهوية شعوبهم هي المهددة فعادوا أدراجهم يبدأون من حيث تجب البداية عادوا إلى اللغة هذا الرمز الأعلى للغة والهوية ولكنهم لاذوا بالكياسة في الخطاب وتلطفوا وتلطفوا فقالوا على استحياء أن نهوذ باللغة العربية للتوجه نحو مجتمع المعرفة وها نحن يا سادتي في قلب الحدث هنحن في صميم الموضوع الهوية واللغة في الوطن العربي بين أزمة الفكر ومأزق السياسة ولكن ألم يتأخر وعي هؤلاء القادة العرب بلى كثيرا كثيرا فكيف تيقظوا ربما همس لهم بعض من دأبوا على المشورة النصوح فقال لهم لقد تغيرت ملامح العلم اللغوي في العصر الحديث ابتكر من الحقول مجالات جديدة صار له مجال استراتيجي يسمى السياسات اللغوية وليس عندكم منها ما يفي بالحاجة ثم أصبح له حقل فاتن عجيب إنه الحروب اللغوية ومن أدراكم بما سيصيبكم منها وفي رحمي هذا المجال وبالتعاون مع علم الاجتماع الثقافي أصبح يعكف على استكشاف الروابط المتشابكة بين اللغة والهوية ولكن العلم اللغوي الحديث قد أرسى قواعد مبحث عجائبي يقوم على الرصد والاستشراف إنه انقراض اللغات وقد يكون ذاك الناصح الأمين قد أسر في أسماعي أولي الأمر بعض الحقائق التي أفزعتهم فالعلم يثبت على وجه اليقين فيما يرصده منذ ثلاثة عقود أن خمسة وعشرين لغة تنقرض كل عام وأن هذا القرن الواحد والعشرين سيشهد مع نهايته انقراض ثلاثة آلاف من بين الستة آلاف المرصودة في مختلف أسقاع المعمورة ومن أجل هذه الحقائق اليقينية دقت الأجراس على المستوى العالمي فبمناسبة إعلان العام ألفين سنة دولية لثقافة السلام اختارت اليونسكو يوم الواحد والعشر يوم الحادي والعشرين من فبراير يوما عالميا للغة الأم ثم عادت بعد ثماني سنوات لتعلن السنة ثمان وألفين سنة دولية للتنوع اللغوي ونسج العرب على المنوال فاختاروا عن طريق منظمتهم للتربية والثقافة والعلوم غرة مارس يوما سنويا للغة العربية إن انقراض اللغات حدث حدث جلل يفزع صناع القرار ويفزع حماة الهويات ولكنه يفزع إلى حد الهلع رواد العلم اللغوي أنفسهم فكل لسان بشري ينقذ تضيع بانقراضه فرصة معرفية أمام العلم اللغوي هذا الذي من خلال تعدد النماذج اللغوية ينشد الكشف عن النحو الكلي عن نحو الأنحاء ليس هينا على صانع الأفكار في الوطن العربي أن يقنع صانع القرار بأن ما يأتي على كثير من اللغات قد يأتي على اللغة العربية أيضا صحيح أن اللغات الأكثر تهيئا للإندثار هي لغات المجموعات الإتنية المعزولة جغرافيا وصحيح أيضا أن اللغة تكون موعودة للضياع إذا لم تجد كيانا سياسيا يتخذها لغة رسمية له ولكن اللغة والهوية كلتيهما قد يصيبهما الانحلال بفعل التفكك الداخلي فتموتان موتا بطيئا تحت وقع القصور الرئوي في مجال الهوية تتنامى المميزات النوعية تحت غطاء الخصوصيات المحلية فتبرز هويات فرعية داخل دائرة الهوية المركزية ثم ما تلبث أن تجنح الغرائز الثقافية القطرية نحو التسامق متطاولة على الذات القومية الجامعة وفي اللغة تتشضى اللغة القومية تحت سطوة اللهجات العامية حتى تنحل اللغة الأم الجامعة وتاريخ الأمم غني بالأمثلة والشواهد سادة الحضور ما من شك أن احتكار اللغة الأجنبية عندنا لكثير من حقول العلم والتقنية والمجال الافتراضي لمما يضيق على اللغة العربية أنفاسها ولكن اكتساح العاميات للفضاء الذي هو المجال الحيوي للفصحة هو الذي يهدد اللغة العربية في صميم وجودها أن لهجاتنا العامية جزء لا يتجزأ من كياننا الفردي والجماعي بها نأكل ونشرب بها بها نسعد أو نشقى بها نحب أو نبغض بها نضحك وبها نبكي مجال العامية هو ذاك الذي يسمى عالم الحس عالم الماد عالم المعيش أما ما يسمى عالم الرمز عالم المجرد العلم والفكر والمعرفة والثقافة والفن والتربية والتعليم والمعلومات والأخبار وجدل السياسة وفضاءات المقدس فذاك هو المجال الحيوي للفصحة وكلما فتحنا الممرات أمام العاميات كي تغزو المجال الحيوي للفصحة عددنا المشهد الأول من ضياع اللغة وانحلال الهوية أن ساستنا لا يحملون هموم أمننا العسكري وأمننا السياسي والاقتصادي بل وأمننا الغذائي وحتى المائي ولكنهم لم يعوا بعد أن الحفاظ على هويتنا موقوف بالسهر على أمننا اللغوي سيتعجب ساستنا إلى حد الفزع لو قيل لهم أن القرار اللغوي قرار سياسي أو لا يكون وإنكم وحدكم مسؤولون أمام التاريخ وأن الرصد العلمي الاستشرافي يفضي إلى اليقين بأنه إذا لم تنطفظوا بوعي ملحمي جسور فإن اللغة العربية ستصبح في الوطن العربي ما هي عليه في البلاد الإسلامية غير العربية لغة مراسمية لغة تقوصية لغة تعبدية وكفا سيرعبهم أن نقول أن ذلك سيحصل بعد ثلاثة أجيال على أقصى الاحتمالات إن لم تهبوا هبتكم المنتظرة سيجعجهم أيضا أن نقول لهم إن أمة بلا سياسة لغوية لهي أمة بلا مشروع لغوي لهي أمة يخشى أن تأول إلى أن تكون بلا هوية أصلا إن اللغة القومية هي عنوان الهوية وهي سلاح حضاري إذا تخلينا عنه انقلب علينا وأن اللغات الأجنبية قد كانت فيما مضى عدوا إيديولوجيا وعلينا أن نحوله إلى حليف معرفي استراتيجي اللغة اصطلاح وأعراف والهوية انتماء وقنعات اللغة اكتساب محظ نحمل عليه حملا والهوية نسائل نسائل ما استقر في أذهاننا عنها من تصورات نتحدث عن اللغة فنؤلف خطابا واصفا وموصوفا ونتحدث عن الهوية واصفين ما يستعصي على الوصف لأنه مما يدركه الحس وتعجز عنه الصفة اللغة يمتلكها الفرد وأن كانت سابقة له وباقية بعده والهوية لا سلطان للفرد عليها ذلك أن اللغة كائن جمع ومفرد والهوية كائن جمع بامتياز الحضور الأجلاء إذا اختلطت الأنساب وامتزجت دماء السلالات وإذا انتهكت الأرض واستبيحت حدودها وإذا عبثت الأقلام بصحائف التاريخ تعيد توظيبها على مقاس الإرادات فاعلموا أن اللغة يومئذ هي آخر قلعة من قلاع الهوية عليها ترسو وبها تتحصن وبعد فهل من نور في هذا الزمن العربي الموار يعيد بطلاء عواعي جديد أو يبشر بزواج عربي سعيد بين اللغة والهوية تعرفون ونعرف أن الثورات كل الثورات تولد مجنونة ثم تتعقل فادعوا معي أن تعجل السماء بأن يتعقل التاريخ وادعوا معي أن تكون المراهم قد ضمدت جراح الجنون وشكرا على أصغائكم ترجمة نانسي قنقر